يقول السائل بعض النساء يتبجرن من ذكر التعدد في المجالس بل وتتغير تصرفاتهن عند ذكر التعدد فما نصيحتكم لهؤلاء النساء؟ التاني بالتعدد تعدد الزوجات والمرأة بطبيعتها تكره التعدد ويحتث لها من غيره ما يصل إلى هد الجنون تقريبا وهي غير ملومة بذلك لأن هذه طبعة المرأة لكن المرأة العاقلة لا تؤلل بجانب العاطفة والغيرة على جانب الحكمة والشريعة فالشرع أباح للردل أن يعدد بشرط أن يأمن نفسه من الجور وأن يكون قادرا على ذلك على العدل قال الله تعالى فانكفوا ما طابتكم من النساء مثنى وثلاثة ورفاء فإن خذتم أن لا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تأولوا يعني أن لا تجوهوا فأوجب الله الاقتصال على الواحدة إذا خاف الإسلام أن لا يعدد والمرأة لا شك أنها إذا سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج تتغير على زوجها ولكن ينبغي لها أن توبد نفسها وتطمئنها وتعلم أن هذا النفور والغيرة التي حصلت ستزور إذا حصل الزواج كما هو مجرد لكن على الزوج أن يتقي الله عز وجل في إقانة العدل بين الزوجة الأولى والثانية لأن بعض الأزواج إذا رغبت الثانية أجنف عن الأولى ونسي ما كانت ما كان ما كان بينهما من الحلات السعيدة قبل ذلك فيميل إلى الثانية أكثر ومن كان كذلك فليستعد لهذه العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من كانت لهم راعتان كمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وليرب الله يشهده العالم كلهم يشهدونه وشقه مائل لأنه مائل عن العدل فجوزي بمثل دنبه صلى الله عليه وسلم العدل في النفقة في المبيت العدل في كل ما يمكن كل ما يمكن العدل فيه في النفقة في المبيت حتى في الجماعة إذا كان قادرا نعم